بسم الله الرحمن الرحيم إخواني أخواتي أبنائي وبناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو أن تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وأحسن الأحوال نحن اليوم مع موضوع يحتاج لمعرفته جميع الناس بدون استثناء وهذا الموضوع كما هو موضح في عنوان الفيديو نتكلم فيه بإذن الله عن المناعة وكيف يمكننا أن نقويها لأن جهاز المناعة القوي يساعد في الحفاظ على صحة الإنسان إذن فما هو جهاز المناعة ومن ماذا يتكون يتكون جهاز المناعة في الدات من أعضاء وخلايا وأنسجة وبروتينات معا يقوم هذا الجهاز المناعي بتنفيذ عمليات في الجسم يقاوم بها مسببات الأمراض والتي تتجسد في الفيروسات والبكتيريا والأجسام الغريبة التي تسبب العدوى أو المرض وذلك عندما يتلامس الجهاز المناعي مع عامل ممرض فإنه يؤدي إلى استجابة مناعية فيرسل الجهاز المناعي أجساما مضادة تلتصق على مسببات الأمراض وتقتلها ومن أجل تقوية الاستجابة المناعية اكتشف الطب الحديث العديد من العناصر الغدائية المفيدة في هذا المجال وقد يؤدي دمج أطعم معينة في النظام الغدائي إلى تقوية الاستجابة المناعية للشخص ولقد اخترت لكم 11 عنصرا غدائيا من أفضل الأطعمة التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي لديكم وهي أطعمة في متناول الجميع وقبل أن ننتقل إلى سرد وشرح هذه الأطعمة أترككم مع هذا الفاصل وسنعود بإذن الله تعالى إن في هذا الفيديو فوائد كثيرة تهمك وتهم كل من تحب فلا تحرم إخوانك المسلمين وأخواتك المسلمات من هذا الخير بمشاركة هذا الفيديو معهم ابقوا معنا إلى آخر الفيديو ليستفيد الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النظام الغدائي الصحي والمتوازن يلعب دورا حيويا في الحفاظ على صحتك فقد تساعد هذه الأطعمة التالية في تقوية جهاز المناع لديك وكلها أطعمة موجودة وسهل الحصول عليها بدون عناء العنصر الأول من الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة هو البطاطا الحلوة والبطاطا الحلوة غنية بمادة البيتا كاروتين وهي نوع من مضادة الأكسادة وهي التي تعطيه اللون البن الفاتح لقطرة البطاطا الحلوة وتعتبر مادة البيتا كاروتين مصدرا لبيتامين أ وهو يساعد على جعل البشرة صحيحة وقد يوفر بعض الحماية ضد تلف الجلد الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية العنصر الثاني الذي يساعد على تقوية المناعة هو البروكلي ويعتبر البروكلي مصدرا آخرا لبيتامين سي كما أنه يحتوي على مضادة الأكسادة القوية مثل الصالفورافان لهذه الأسباب يعد تناول البروكلي بانتظام اختيارا جيدا لدعم صحة الجهاز المناعي العنصر الثالث الأسماك الزيتية تعتبر الأسماك الزيتية مصدرا غنيا لأحماض الأوميغا تروى الدهنية مثل سمك سالمون يقال له بالفرنسية سومو وسمك الطونة وسمك الأسقمري يقال له بالفرنسية ماكرو نقول له بالدارجة المغربية كبايلة وكذلك سمك السردين وسمك شبوت يسمى بالفرنسية كارب نقول له بالدارجة المغربية باروي وهو موجود بكثرة في السدود المغربية فكل هذه الأسماك الزيتية غنية بأحماض الأوميغا تروى ووشقا للتقارير الطبية إن تناول الأوميغا تروى على المدى الطويل قد يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة من أمراض المناعة الداتية المزمنة تحدث عندما يهاجم جهاز المناعة جزءا صحيحا من الجسم عن طريق الخطأ فيكون سببا في مرض الروماتويدي في الدات العنصر الرابع الذي يساعد على تقوية المناعة هو الشوكولاتة الداكنة وهذه الشوكولاتة تحتوي على مضادة الأكسد التي تسمى التيوبرومين والتي قد تساعد في تعزيز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة والجذور الحرة هي جزيئات ينتجها الجسم عند هضم الطعام أو يتلامس مع الملوثات يمكن للجذور الحرة أن تدمر خلايا الجسم وقد تساهم في الإصابة بالأمراض وخاصة الأمراض الخطيرة كالسرطان وعلى الرغم من فوائد شوكولاتة الداكنة إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من السعارات الحرارية والذهون المشبعة لذلك من المهم تناولها باعتداد العنصر الخامس عشبة الطماخ ويقال لها سبانخ قد يعزز السبانخ جهاز المناعة لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغدائية الأساسية ومضادات الأكسادة بما في ذلك مركبات فلافون ويل والكاروتينات وبيطامين سي وبيطامين أ ويمكن لهذه البيطامينات أن تساعد في دعم جهاز المناعة عند الإنسان العنصر السادس الذي يساعد على تقوية المناعة هو الكوركم والكوركم هو بهار أصفر يستخدمه الكثير من الناس مع تواب الطهي كما أنه يستعمل في الأدوية البديلة نقول له في المغرب الخرقوم عود قد يؤدي استهلاك الكوركم إلى تحسين الاستجابة المناعية للإنسان وهذا يرجع إلى مادة الكاركامين الموجودة في الكوركم ووشقا لمراجعات طبية فإن مركب الكاركامين له تأثيرات مضادة للأكسادة ومضادة للاتهابات العنصر السابع الشيء الأخضر ويحتوي الشيء الأخضر على كمية قليلة من الكافاين ولذلك يمكن للناس الاستمتاع به كبديل للشيء الأسود أو القهوة وقد يؤدي شربه إلى تقوية جهاز المناعة لأنه يحتوي على مركبات فلاغون ويل والتي قد تقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد العنصر الثامن زرية نوارت الشمش هكذا نقول لها في المغرب وكثير من الناس يسميها عباد الشمش ويعني هذا اللفظ كثير العباد للشمس وهنا سأفتح قوسا لأبين خطأ هذه التسمية الله تبارك وتعالى يخبرنا في القرآن بأن كل شيء موجود في هذا الكون يسجد ويسبح لله والسجود والتسبح فهما عبادة لله ويأتي الإنسان ويسمي هذه الشجرة عباد الشمس يعني كثيرة العباد للشمس فهذا خطأ جسيم يجب التنبه له والدليل على هذا الكلام قول الله جل وعلا في سورة الحج الآية 18 يقول سبحانه ألم تر أن الله يسجد له يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوار وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذه الآية في السجود وآية أخرى في سورة الإسراء في التسبيح يخبرنا الله تعالى بأن كل من في هذا الكون من شيء إلا ويسبح لله العظيم يقول جل وعلا يسبح له السماوات السرع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا الآية العرع من سورة الإسراء أقول فلا ينبغي لنا أن نسمي هذه النبتة بهذا الإسم المشين وهناك بعض الناس يسمونها دوار الشمس وهذا الإسم لا بأس به لأنه يعني تدور مع الشمس حيث ضارت أسأل الله لي ولكم اكتبات بالأمر والعزيمة على الرشد وموجبات رحمته وعزائم مغفرته وسكر نعمه وحسن عبادته وأن يجعل قلوبنا قلوبا سريمة آمين آمين وأسد القوسة لأعود إلى فوائد بذور نبتة دوار الشمس فهي مصدر غني بفيتامين أه أحد مضادة الأكسدة كما هو الحال مع مضادة الأكسدة الأخرى وفيتامين أه يحسن وظائف المناعة يقوم بذلك عن طريق محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تضمر الخلايا العنصر التاسع من العناصر التي تساعد على تقوية المناعة فهو اللوز فاللوز مصدرا ممتازا آخر لفيتامين أه كما أنه يحتوي على المانغانيز والماغنيزيوم والألياف فحفنة صغيرة أو 100 جرام من اللوز فهي وجبة خفيفة صحية قد تفيد جهاز المناعة أما العنصر العاشر البرتقال وكذلك الكيوي فهما مصدرا ممتازا لفيتامين سي وهو الفيتامين الذي يرجأ إليه الكثير من الناس عندما يشعرون بنزلة البرد فقد يقلل فيتامين سي من مدة أعراض نزلة البرد ويحسن وظيفة جهاز المناعة البشري العنصر الحادي عشر والأخير هو الفلفل الأحمر الحلو يعتبر الفلفل الأحمر الحلو مصدرا بديلا ممتازا لفيتامين سي وللفائدة لقد أظهر الدراسة أجريت على طرق طهي الفلفل الأحمر فإن القلية السريعة والتحميرة يحافظان على المحتوى الغداء للفلفل الأحمر الحلو أفضل من التبخير والقلية ومن أراد أن يعيش في صحة جيدة بمناعة قوية فعليه بهذه الأطعمة بانتظام ويكون معتدلا في تناولها ويضيف إلى ذلك حمية إضافية والتكن في تجنب التدخين ومارسة الرياضة بانتظام ويحافظ على وزن صحي ويتجنب سرب الكحول والحصول على قسط كاف من النوم ويعتني بغسل يديه بشكل صحيح ونضافة فمه صباحا ومساءا أتمنى للجميع صحة جيدة وعيشا طيبا كريما وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو وأشكركم على حسن المتابعة وتعليقاتكم الطيبة والمحفزة ودعواتكم الكريمة وأرجو أن أكون قد أفدتكم ولو ببعض الشيء ومن استفاد منكم فلا ينسى أن يشارك الفيديو مع إخوانه وأخواته حتى يستفيد الجميع ولكم الأجر والثواب فاتدلوا على الخير كفاعله وإلى اللقاء بكم في فيديو جديد أو موضوع جديد أو عشبة جديدة وإلى ذلك منحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته